اشتركوا في القناة بمجموعة من المتتعبعين والزملاء بشأن الحكم الصادر والذي حاولته في مناسبة سابقة أن أشرحه وأن أوضحه وأن أسعى إلى تفسيره تفسيرا حرفيا ووفق ما تعليلات المعتمدة من قبل السيد الرئيس مصدر هذا الحكم لكن في الخلاصة هناك لبس هناك غموض بإجماع كل القانونيين والحقوقيين الذين لهم صلبي وأن الأمر يستدعي تحرك مسترة من أجل فهم واستجلاء حقيقة هذا الحكم الذي إن كان صريحا في شقه الأول المتعلق ببراءة دنيا وابتسام براءة يقينية ولفائدة القانون فيما يتعلق بمتابعة التي تنصرف إلى عرقلة النظام المعلوماتي والشعير وبالتصور والتهديد بقدر ما كان هذا الشق واضحا وهو شق يجعلنا أن نرده تحت عنوان براءة دنيا وابتسام من حساب حمزة مابيبي هذا الجانب واضح ولا يحتاج لتفسير ولا يحتاج لتأويل ويمكنه للمتتبع العادي وللقارئ أن يتفهمه لمجرد القراءة العادية لكن الشق الثاني من المنطق بيغموض بيغموض لماذا؟ لأن صياغته جاءت على الشكل التالي وفيما أدى الشقتان وفيما يتعلق بباقي المنسوب إلى الضانينتين الحكم عليهما بـ 18 إشكال فين ججفت صياغة وفيما يتعلق بباقي المنسوب إليهم باقي المنسوب إليهم حسب الورد في التعليلات هو الدخول لنظام العلومات وبهي ثلاث تعليلات أنا أصبق لي إشترحتها ما سأرجع لها متعلقة بتلاث أشخاص عجمي سيدة المتتبعة والفنانة المغربية أكيد الكورونات صراح لذلك لفائدة في التكرار لما تقول الحكم وبمتابعتهما من أجل باقي باقي المنسوب إليهم هذا الباقي هو اللي خلق إشكال لو لو أن الحكم جاء بصيغة وبمتابعتهما من أجل الأفعال التالي باقي المنسوب إليهم والمتجسد في فعل كذا وكذا وكذا الذي تطاله مقتدية الفصل كذا سنكون واضحين سنكون واضحين لكن طالما الحكم تكلم باللغة المستتير تكلم باللغة الإحالة القانونين تفهموني ما معنى الإحالة أحالنا على سكرتها باقي المنسوب إليها بحثوا عليه اللي بحثنا عليه لقينة الدخول لقينة الدخول لقينة الفصل 706 على 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 واحد هذا الفصل من اللي تنقرأه كما ما شانا اللي قرأته قرأه من جمو عدي الإخوان الزملاء جموعة من القودات مجموعة من فقهاء اللي تفهموا في النصص القانونية ما استطحوش يبرزوا حيث مليتا تحيل لنا على 706 أنت وضعتي 706 الحكم وضع 706 وكيقول بقى الدخول مليتا تدلي هذه الإحالة كمشي للدخول بالضرورة أنني قمشي لفصل 706 مليتا نمشي 706 تلقاه يحدد العقوبة من ثلاثة أسور إلى ستة أسور كسقف كسقف بمعنى كان واحد الهامش دل العقوبة دل تلتة أسور يتراوح ما بين تلتة أسور إلى ستة أسور لكن في المنطق اللي تيكمل تيقول والحكم هاليا بثمانية أسور دنيا إذن كان الخروج عن الهامش الخروج عن سقف العقوبة وهذا في العمل القضائي ما مقبولش هذا حكم يعتبره باطن صحيح لما تدخل ضروبت شديد يمكن للقادي ولكن هو تعليل في الحكم بالعكس كمتاع ضنينا بضروبت خفيف لا يمكن أن يصطدم ضروبت خفيف 114 مع ضروبت شديد فصول خراب وحتى لصطدمه تنستعمل القانون الأسلحة للمتهم وليس الأشخ للمتهم كما هو الحال في تكيف في إعادة تكيف لما تلتقي ضروبت خفيف مع ضروبت شديد نفعل مقتضيات تخفيف عندما نعيد تكيف ويلتقي أمراني كلاهما متفاوتان نعتمد على العقوبة الأخف إذن ما هو الحل أعتقد وقبل نشر هذا الحكم من محكمة استناف هناك ضرورة لتعيي المقتضيات الفصل 26 من ظهر المصدر المدني ماذا يقول هذا الفصل يقول إذا صدر حكم بغموض أو لبس فإنه يحق لي المحكمة من تلقاء نفسها كما يحق لي أحد الأطراف المعنيين لهم أطراف الملف أن يقدموا طالبا إلى السيد الرئيس المحكمة من أجل مطالبته بتفسير حكم بتفسيري حكم هذه الإمكانية اللولة الإمكانية الثانية في 2011 في المغرب وقع واحد تعديل للوحد المنظومة أو إضافة واحد المنظومة ما هي هي ما يسمى بالقادي التنفيذ قادي التنفيذ بمعنى لما تتكلف العون ديال المحكمة أو المفوض القضائي بمباشرة إجراء التنفيذ المتعلقة بقاعد الحكام وتواجهه صعوبة تواجهه صعوبة فإن للأطراف أن يتقدموا بطلب إلى السيد الرئيس إلى السيد قادي التنفيذ الذي أصبح مؤسسة قائمة الدات داخل المحاكة التدائية باعتبار أن جميع الحكام صادر عن القضاء تنفذ بالدائرة الترابية للمحكمة التدائية مصدرة الحكم الأول وعندما يعرضوا هذا الحكم مطالب السيد الرئيس بتفسيره كيف تصير التفسير لا نعتمد على المنطوق فقط لا نربطه بتسببات بالتعليلات التي اعتمدها الحكم لأننا وعسب الفقهاء يقولون على أن المنطوق لا يمكن تفسيره إلا بالإعمال واستقصائي واستقراء التسبيب المعتمد من التسبيب لما تنتهموا التسبيب تتعطينا العقوبة من يتنرجعون التسبيب تلقى وتتكلم على الدخول ديال عجمي اللي قرصن في نظر نظر القاضي عجمي اللي قرصن وغلق حسابات وعلى السيدة المتتبعة اللي تترقلها المحتوى ديال اللي هاتي بدياله والتعطال الغير مشي الابتسام فإذا بهك يطلع في ذلك الحساب والتالتة هو الفنانة المغربية اللي هدي مشي هي دخلت هو دخل عندها هو دخل عندها وش اللي ما يدخل عندك شي حتى كالتحاسب ونانا كنشوف صحيح احنا ما كندخلش لمواقع الإلكترونية ولكن كنشوف بعض الحوارات اللي تتروج بالساحة المهنية دي المحامات هل الدخول لأي موقع ما يعتبر جريمة الجواب طبيعي لا بدليل هذا الحساب في الهند زمان بيبي إلا بغينا نعدوش على المواعد تيدخل يوميا يوميا لهذا الحساب كان وجدوا أن المواعد دلك يتراوح ما بين 15 مليون و20 مليون واحد واش هادوا اللي تيدخلوا كلهم كيقصر هو أفعال جرمية لا لا أبدا اللي تيدخل عن طريق القن هذا هي هذا الجرم مشاركة هي اللي تبر أسمى الندونية وابتسام ولكن اللي يدخل العرب قصد الطلاع قصد المعريفة قصد الاستطلاع قصد التعتاب المجرم لا فدنيا في باب ديال الفنانة هي اللي يدخل عندها بصورة ديال واحد سياد واتقال واحد الحوار ما غير نجعله شكرا لقلته إلا كنت أنا يدخل عنده وكيحاور نفسه بعدها أنا دير شيء أسر كنظن إلا قادي ينتابعوا دنيا والابتسام بالدخول رخصنا ندخلوا عجرين مليون مغربي كنت دخل للعائزة دير منطقة إذا نرجع للتفسير قلت تأسيت واحد المؤسسات ديال قادي تنفيذ لما تكون صعوبة في تنفيذ وقلنا الإمكانية التانية ديال تقديم طلاب إلى السيد الرئيس من أجل الحصول على قرار تاني ملحق قرار تاني ملحق أناكس بال الحكم الأول باعتباره مفسرا له موضحا له لذلك إذا اعتبار هذا الإجماع للمجوعة من الزملاء المتفاهمين المتضلعين ليس هذو كل اللي عارت عارش كل واحد كيف يشكي أول وكيف يشكي سير وكيف ينطار وكل اللي بدأ بقع بشابعين ولكن أنا أتشي اللي عندي بحل عادي أنا تنتكلم الآن تنستدل بالناس المتفاهمين المتضلعين في القانون اللي اشتغلوا في الغرف الشريعية والقوضات اللي تبارك الله عندهم باع في هذا الباب ومجموعة من الزملاء المحامين اللي تبارك الله ما شاء الله وهذو ملكا نسمع اليوم فتسبيل لنا بالإجماع كنا ضرورة لتقدم طالب لتفسير على العكم لذلك فإنني سأتقدم إن شاء الله عاجلا يوم الغد بطالب إلى السيد الرئيس بحكام انتظروا في العقوبة كيف يمكن نفسير هذه العقوبة ويمكن ذلك ساعات يقع واحد النوع لتفسير التي توضح بمقتضاء الحكم التفسيري